زي نواجه تضليل العدو في الموضوع دوات إن إحنا عندنا أول حاجة بتحصل الفترة دية لو حظتوها إن يتم دائماً ذكر الضحية وتجنب إسرائيل أو المجرم في الأخبار هتلاقي دائماً إنه يقولك معظم الإعلام العربي أو الإعلام الأجنبي يقول مقتل مئة فلسطيني في قطاع غزة لا يلقي اللوم على الإسرائيلي أو لا يضيفه للخبر على العكس تلاقي ارتفاع بوعهاية هجوم حماس على إسرائيل إلى ألف قتيل دائماً دا بالعكس يعني إحنا محتاجين نستخدم بنفس الطريقة لازم ننتبه لهذا الأمر لازم في كل مرة نتداول الخبر ونتداول المعلومة بشأن الجرائم اللي بتحصل أن ننسب هذه الجرائم إلى الفاعل الحقيقي لها في المصياغات بتاعتنا في الكتابات بتاعتنا على حساباتنا الشخصية في مؤسساتنا الصحفية ومن لذلك تاني حاجة مهمة بتحصل هي إن الضحايا مجرد أرقام هتلاقوا بشكل كبير جداً جداً إن الأشخاص بيتقالوا كرقم ما بقاش فيه ما بنسعاش وراء القصص ما بنشتغلش على قصة شخص واحد موجود بيعبر عن مئات الأشخاص أو الضحايا اللي موجودين في غزة فمحتاجين نبحث عن القصص الإنسانية نبحث ونشاركها نبص على قصة الأطفال قصة النساء ونشوف زاوية اجتماعية زاوية إنسانية للناس دي الطفل اللي كان ممكن بعد كده يبقى كذا أو الأسرة للشخص اللي فقط نبحث عن القصص ما نبتكلمش فقط بمصطلح الرقم إن هم ألف وخمسمائة شهيد أو ألف أو ستة ألف مصاب وما إلى ذلك لا نبحث نبحث عن قصص تستحق أن تروى توضح أن هؤلاء ضحايا بشر وليسوا كما قال ده حيوانات بشرية ثالث حاجة وضي حاجة شيء خطير حصل من أول الأحداث هو سرد الأحداث من المشهد الأخير من أول معركة الطرف طفل الأقصى وكله بتكلم إن هم اللي بدأهم إن المقاومة هي اللي بدأت في حين إن الحقيقة عكس ده كله وأنا عشرت إليها من شوية أنه كان فيه عدد شهداء طول السنة في الضفة أو في اقتحان المسجد لازم نتكلم على الأحداث من زمان خالص من أيام محمد الضرة من أيام المقاومة التهجير الاحتلال ونشرح للناس ليه وصلت المقاومة للحظة الرضع اللي حصلت في 7 أكتوبر الماضي ونوضح للناس ليه وصلنا للحالة دي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة